بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هناك مسألة دائما نسأل عنها ومسألة مهمة وهي معنصرة لم تكن من قبل يعني لم تكن في العقود من 40 سنة أو 30 سنة لم تكن الآن يعني منتشرة بشكل كبير جدا وهي مسألة اشتراط الزوجة أو الزوج في العقد هذا ليس من شروط العقد التي تكلمنا عنها من قبل شروط العقد تلك متعلقة بالعقد الآن هناك شروط يشتريطها الزوج أو الزوجة لإتمام العقدي يعني أنا سأقبل بك زوجا بشرط وأكتب العقد الآن بشرط أن تفعل كذا وكذا أو لا تفعل كذا وكذا أو الزوج يقول أنا سالآن أعقد عليك ولكن بشرط عندي شرط أن تفعلي كذا وكذا 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 والعقد معلق على هذا الشرط هذا كلام خطير ماذا يعني العقد معلق على هذا الشرط وأمام الشهود وأمام القاضي الذي يكتب العقد المسألة لما يتعلق العقد بشرط يعني العقد باطل هذا معنى الكلام العقد باطل إن لم يتحقق هذا الشرط يعني كأننا أقحمنا هذا الشرط وجعلناه ركن من أركان العقد كأننا تماما العقد ركنه مستقل ولكن يعني كأننا فعلقنا علقنا تعليق العقد على هذا الشرط هل هذا الشرط يبطل العقد؟ طبعا يبطل العقد إذا كان بالاتفاق وبدون إكراه وأمام الشهود وكتب العقد وكتب الشرط في العقد أو حتى لم يكتب ولكن يعني كان بلفظ صريح واضح جلي بيّن دون لبس ودون يعني مواراة ودون أبدا إشارات لا لا بكل صراحة هذا الشرط يجب أن يكون صريحا مئة بالمئة لفظا وأمام الشهود وأمام القاضي ويقول القاضي عم يشترط كذا عم تشترط كذا موافق موافق بسم الله بنكتب العقد إذا اختل هذا الشرط بعد العقد بطل العقد يعني انفسخ ما عد صارت زوجته ولا عد صار زوجها انتهى الموضوع لذلك يجب أن يعقد عليها مرة ثانية بعد موافقتها هذا إذا تل الشرط أبعا إذا وفى بالشرط أو وفت هي بالشرط فالأمر والعقد صحيح طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم ولكن طبعا في الحديث الصلح جائز بين المسلمين هذا حديث آخر إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما يعني الشرط مقبول إن كان ضمن دائرة الحلال أما مثلا إذا اشترطت عليه قاتله أنا بقبل اتزوجك وبقبل أنا معك وأنا بقبل اتزوجك وأنا رضياني مئة بالمئة بس عندي شرط صغير اطلع على البحر بلباس البحر هذا حرام ما بجوز أنا أقول لكم من أرض الواقع هناك من اشترط هذا الشرط هو لم يرضى مثلا هذا حرام شرط الحرام اشترط عليها أنا يعني بس مشان ما تكوني تكوني على بيّنة أنا موافق على العقد وكذا بس بشرط كل ليلة عنا كل ليلة تثبت ليلة أحد تطلعي أنا وياكي من روعي الكبري من رؤوس ومنشرب ومنسكر هذا أنا عندي ما بقدر اترك رفقاتي أنا لإسكر معهم اشرب معهم لك تكوني معي كما هذا الشرط حرام أصلا ماذا يعني حرام على فرض قالت له موافقة وكتبوا الكتاب وكتبوا العقد فقال لها تفضلي قالت له ما بروح معك هل ينفسخ العقد لا لا ينفسخ لأن الشرط الحرام لا قدر له ولا قيمة كأنه موجود الشرط الحرام كأنه غير موجود لذلك ما بيحصل شيء أبدا هناك أمور تشتريطها الزوجة تقول له مثلا أنا حصلت أيضا أمامي هذه كثيرا قول له أنا أقبل بالزواج منك بشرط أعلق العقد كله على هالشرط ماذا بتبطل الدخان بالمطلق أو الأرقيلة بالمطلق فوجب عليه يترك الدخان والأرقيلة إذا بعد الزواج انتبهوا أمر خطير جدا إذا بعد الزواج عاد إلى الدخان فوسخ العقد فوسخ العقد صارت حراما عليه يجب أن يعقد عليها مرة ثانية الأمر خطير جدا هذا إذا كان شرط صريح ما أنه كانوا فيه هنا شروط ليست شروطا يكون خاطب البنت عم يحكي مع مكالمة على المسنجر على الواتساب كذا عم يحكي معها صوت وصورة كذا بدخين تقول له له أنا ما بعرفك بالدخين لا والله ما بقدر يتركه خلص بوعدك أني يتركه هذا ليس شرطا من شروط العقد هذا إذا أخلف الوعد هو آثم فقط لكن العقد صحيح أما إذا القاضي كتب في العقد أو أنطق الزوج أو الزوجة بأن شرط العقد شرط معلق العقد على هذا الشرط أن يترك الدخان فوجب عليه أن يترك الدخان وإذا عاد إليه بطول العقد بطولة ليس فسدة بطولة أظن الفكرة ظاهرة أكثر سؤال أو أكثر شرط اليوم تطلبه النساء هو شرط ما بديك تتزوج عليه ألا يتزوج عليها هل هذا شرط ضمن الشروط التي يقبلها الشرع أم لا طبعا يقبلها الشرع لأن التعدد الزوجات أمرا مباحا ليس هو فرض وليس هو حرام هو أمر مباح وكل المباحات يقبلها الشرع في مسألة الشرط مثلا اشترطت عليه ألا يتزوج عليها فإذا تزوج عليها من حين يعقد على الثانية ينفسخ عقد الأولى أبدا قولا واحدا إلا ويجب علي أن يعيد العقد مرة ثانية عقد جديد ومهر جديد كل شيء جديد ما طلق رجعية لا 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 عقد جديد ومهر جديد طيب إذا اشترطت عليه أنا ضمن العقد أنا موظفي ما بترك وظيفتي أبدا وما بتقلي ترك وظيفتك ولو أي ظرف تحت أي ظرف إلا حتى أنا أتركه وحدي فإذا ألزمها بترك وظيفتها بعد الزواج وقانت قد اشترطت عليه شرطا مؤكدا فانفسخ العقد ذلك أيها الرجال وأيتها النساء لا تتعجلوا في مسألة الشروط لا تتعجلوا في مسألة الشروط دعوها وعود لأن الشرط صعب يعني ليس دائما رجل بيستطيع أن يترك الدخان ليس دائما مثلا الرجل يستطيع مثلا أن يغير عادة من عاداته يعني المتحكمة فيه أو المرأة مثلا تشترط عليها عدم الزهاب إلى العمل صعب فهذه الأمور لا تجعلوها في دائرة الشروط جعلوها في دائرة يعني دائرة الوعود الوعود المؤكدة لكن لا تدخلوها في صلب العقد بينكما هذه مسألة مهمة أحببت أن أشير إليها والتفصيل أكثر في الكتاب بالنسبة لطلاب والطالبات جامعة التأصيل والتجديد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر